الكرة الآن في مرمى الأستاذ أنمار الحايني وبو فيصل شوف الزعول هذا قلبه نظيف الزعول قلبه نظيف أنا أعرف أنه في سلسة مواقف معينة اعتبرها هو فوجة نظر طبعا أنمار يرى أن الاتحاد أعظم نادي في الدنيا ويرى الاتحاد أعظم نادي في السعودية ويجب أن تم التعامل مع رئيس نادي الاتحاد ونادي الاتحاد بطريقة لا تقبل أنه تقارنه بأي أحد أو تأخذه تعطي معاه في سلسة مواقف حصلت طبعا كان جزء منها سوء فهم وأنا أعرف أنه كل الأخوان في مجلس لدارة قاعد يحاولون مع أبو فيصل أن يتجاوز ما حدث وكذا رح يكون فيه حل ما إن شاء الله صحيح الآن هو رافض الموضوع نهائيا بس مدام اللاعب شاري النادي والجمهور يبغى اللاعب والإدارة يبغى اللاعب والمدرب يبغى اللاعب وأبو فيصل إن شاء الله يعني رجالا طيب أو بتدري أنا عارف أدبرها أنا أكلم فيصل فيصل بنأنمار ونخلصها من البيت لأن هذا الحل الوحيد مع أبو فيصل إن شاء الله رجالا قلبه طيب نقول يا رب أن الموضوع ينتهي والاتحاد عنده من التحديات أكثر بكثير الفترة الجاية فريق متصدر الدوري بعد غياب سنوات عن المنافسة وفي مجال كبير للاتحاد ممكن يرسم بسمة على هالجمهور الصابر الذي كان ومازال الرقم واحد في مدرجات الدوري السعودي ترجمة نانسي قنقر